اشتركوا في القناة لا توجد حلول سحرية وان الحكومة لا يمكن ان تحقق كل الاحلام والطموحات خلال سنة واحدة تلك الاحلام التي لم تتحقق منذ عقود طويلة ان البطالة لم نصنعها والبنى التحتية المتهالكة لم ندمرها نحن وانما ورثناها ووجدنا تراكمات كبيرة في كل مجال وليس هذا انتقاصا لجهد من سبقونا بيان المرجعية حمل حزمة من التفاؤل يرافقها التضامن مع مطالب المتظاهرين وحثها على الاصلاح ومدها بحل تفاعل معه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سريعا محملة مجلس النواب المسئولية الكبرى فيما يجري تؤكد المرجعية مرة اخرى على ما طالبت به من قبل وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي وتشدد على ان مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسئولية الاكبر في هذا المجال ولاقى خطاب رئيس مجلس الوزراء ترحيب الممثل الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينينب الاسخارت وهي التي قالت ان المطالب القائمة منذ امد طويل مشروعة وان النتائج الملموسة لها اهمية كبيرة لاحياء ثقة المواطنين بالحكومة اشتركوا في القناة